تعرف الحياة الصحية بأنها الحياة اللي يعيشها الشخص بناءً على العادات اليومية اللي تساعدها على الشعور بالنشاط والصحة وقلة الإجهاد وقلة التوتر كما تقلل أيضاً من خطر الإصابة بالأمراض للحديث أكثر حول هذا الموضوع رح يكون معانا اليوم الدكتورة مي الهزاع طبيبة تغذية علاجية هنا وسانا فيك معانا في برد مسافر هلا أستاذة شكراً على الصلافة حياة شكراً يا دكتورة والساعة المبارك يا دكتورة الله حيك الله يسمك يمكن بعد المقدمة من زميلتي على الكل يبحث عن النمط أو الحياة الصحية الطبيعية شلون نوصفها دكتورة؟ إيه مثل ستايل أو شكل لحياتك شون ترسمها صحية باختياراتك صحية بقراراتك شون أنت قاعد تسوي أنت قاعد ترسمها النمط هذا يعني النمط هو ستايلها شون صاير وتكون صحية ممكن ممكن تكون غير صحية وفي عوامل إيه اللي تحدد إذا كانت صحية ولا لا طيب شنو هي المعايير اللي على أساسها أقدر أقول أنه أنا والله عايشة حياة يعني صحية أو لا والله غير صحية العوامل الأساسية وايد بس أهم ثلاث عوامل اللي هو الصحة النفسية والتغذية المتوازنة وممارسة الرياضة وعلى الأقل الانتظام على الرياضة وما تقطعينها إذا وضفتوا على الثلاث أشياء هذه تقدروا على أنها تحققون ثلاثة أربع نمط الحياة الصحي والباجي طبعا ما كنت تخيل واحد ما يدخن يكون يعني ينام زين هالأشياء هذه تكمل تخلي النمط الحياة الصج متكامل يكون صحي نعم دكتورة مينا خنقول أقرب شيء لنقطتين خط مستقيم وبأخذ مفردات اللي تفضلت فيها الصحة النفسية زعلان أكل منفعل أكل ضايق خلقه أكل مثلا أو قد يكون العكس والله تنسد نفسيتي وشيء من هالقبيل حتى الفرحان تأكل طيب دقة هالكلام أو الكيو والمفتاح لعملية الضبط والربط للوصول إلى حياة صحية غذائية سليمة من وين نبدأ؟ في نفسك أول شيء اللي قلت أتوى أن الواحد لما حالته النفسية تكون إذا كان تعبانة إذا كان متوتر إذا كان مستانس كل التغييرات هذه بالحالة النفسية اللي يتخلي الواحد يأكل أكل غير صحي ولا على طول يأكل مثلا أكل ممتوازن هذا لازم نعالج المشكلة هذه وترى هذه حالة مرضية اللي هي اليوع العاطفي يعني ساعات يكون إنسان عنده توترات وضغوطات وشذي على الطول يتجحق الأكل الحالي تسويت وشذي فهذا لازم يعاجون المشكلة الأساسية هذه ومرات الضغوطات ما نقدر نتحكم فيها بس على الأقل نقدر نتحكم شون نحن نتقبل هالأشياء هذه وما تخليها أنها تأثر علينا لأن وانسي أن الواحد تغير هالأشياء هذه خلاص ياخذه وسرحة أمراض مزمنة ويصير سلوك لغذائي نقول غير صحي طبعا ويأثر الغذاء يأثر حتى على نفس الصحة الإنسان من داخل ممكن ما يحس فيها أول شي بس مع السنوات إذا استمر على نمط حياة غير صحي لا يأثر إلا أمراض مزمنة ممكن يسببها بعد يسوي العادات الغذائية السيئة أيضا ممكن تولد حالات أو توتر نفسي مثلا زيادة السكر زيادة الكافيين الأمور هذه طبعا إذا كانت اختيارات مثلا اختيارات كلها السكريات ولا زيادة بالكافيين ولا الإنسان مثلا الذي يدخن هم هذا عادة غير صحية فهذه الأشياء كلها سبب توتر زيادة هي سيركل يعني بدأ ما يعالج لا يزودها إذن دكتورو والعادات السيئة المتعلقة بالنوم شلون تأثر على حياتنا اليومية قصدت سوري علاقة النوم بحياتنا علاقة النوم في حياتنا أو مثلا العادات النوم السيئة يعني والله مثلا بدل ما أنام بالليل أنام بالنهار أو أنام الظهر أطول في نومة الظهر القيلولة يعني هذا ويتأثر لأن الإنسان إذا سهر وما كانت ساعات النوم حتى كافية وقت الليل يذكر الأسناكات الأكل غير صحي وساعات يأكل أكثر من الأكل العادي إذا كانت نومته متقلبة فمرات الواحد يعني مو بأيده نظام شفتات وشذي هذا لأحالة ثانية بس اللي وهو بإرادته سوها الشيء هذا لا أنا أنصحه من يغيرونه إنه مع الوقت يسبب زيادة بالوزن وحتى نأثر على الهرمونات اللي مسؤولة عن الشبع وشذي يصير عنده شراهة بالأكل يأثر وفوق هذا التركيز وذاكرة حتى ما يكون أداءة بالعمل يكون يعني زين يعني يكون ستمأثر على تركيز بعدين نعم يعني أخذ اللي بدأتي فيه ثلاث عوامل الصحة النفسية النوم سنقول المتوازن شيء ثالث الأنشطة البدنية يعني قد تكون عائق كبير والله ما عندي وقت والله ما في مكان والله الجو ما يساعد شون أطبق أنشطة بدنية سليمة تتوازن مع حياة صحية غذائية سليمة وسوية النشاط الرياضي يكون بسيط حتى لو ماشي يعني فيه أشخاص مثلا ما يقدرون ترى نبي أمثلة أمثلة مثلا نبي نص ساعة المشي مع هرولة يعني نبي وصفة منت مجانية تمام أكيد أنا موجودة عشان أفيدكم الله يسلامك هو النشاط الرياضي والبدني بسيط يعني حتى إذا أحدهم بننصح المرضى نقول لهم لو نص ساعة يوميا بس شونه تكون متواصلة وتكون بعد يعني مستمرة يعني مو مثلا سبوع ثلاث أيام سبوع ما كو شي سبوع خمسة أيام يعني مقطع لازم يكون أنت مواضب خمس أيام بالسبوع نص ساعة وتعطي نفسك يومين مثلا ممكن معنا فيه ناس يعني ما يأخذون أوف يعني أو أن هذا على حسب ظروف الإنسان بس خنقل بالمعدل كنصيحة عامة إذا بقول حق البوبليك نصيحة عامة بس نص ساعة طبعا فيه إنسان يقدر مثلا يشترك بنادي ممكن يمارس الرياضة بالبيت كل واحد وقدراته بس أبسط شي يسوون هالحركة هذه إذا سووا هالشي اضمنوا اللي هو النشاط البدني اللي هو حتى مع الوقت يمنع الأمراض المزمنة حتى يعني يخفف من التوتر بعد ويحسن من النوم طيب هل دكتورة هل صحيح أنه فيه أغذية معينة تسبب السعادة وفيه أغذية معينة تعطي طاقة وفيه أغذية معينة تساعد الواحد على نكون ريلاكس وينام نوم هادئ ومريح فعلا هذا الكلام صحيح أعطينا أمثلة طيب هو تقليل الكافيين الكوفي إذا قللت الكافيين هذا شيء يساعد على تحسين النوم وبالاحتدال فيه يساعد على التركيز فهو لازم يكون بالنص يعتدل على نصف أنه لا يؤثر حتى على النوم السكريات تأثر السكريات تسبب تقليل بالتركيز حتى اللي يأكلون معجنات يعني نشويات مع الوقت تركيزهم ذاكراتهم متقل السكريات السكريات والنشويات اللي موجودة بالمعجنات لأنها خالية من الأياف فالتوازن هو اللي يخلي التركيز عالي يعني التوازن بالأكل يعني يكون أكلت شامل العناصر الغذائية الأساسية البروتين الكربوهيدرات اللي هي العالية بالألياف الأمثلة اللي موجودة بالخضروات بالشوفان بالفاكه بالمكسرات والمخبوزات اللي هي مثلا الشعير عشان فيها ألياف عالية وفاكه على أساس أنها هم فيها نسبة الفيتامينات والفيتامينات تهم ساعدة للتركيز والمود يكون عالي وزين والسكريات طبعا تأثيرها عكسي لأنه مع الوقت السبب زيادة الوزن وأهم يحس الإنسان كله يعان يعني كل الناس اللي يأكلون حلويات مع الجنات ما يمضيهم يأكلون ساعدا ليعانين فهالشي يعني يخليهم دايما يبون يأكلون والشي الثاني يشرب الماء الماء يساعد على بعد توصيل كل عناصر هذه الأساسية حل كل أجزاء الجسم وساعد على النوم وتنزيل الوزن والتركيز دكتورة ما يمكن نسمى حضرتك طبيبة تغذية علاجية والأشخاص مثل ما يقولون أو كل شخص ابن بيئته فسلوكنا الغذائي خنقول في الكويت أو في منطقة الخليج قد يكون متشابه بنبسطها أكثر وجبتك وعطيني الوصفات وحاولي تقسمينهم إذا قدرت شنو مفروض تكون أحرص أن المعدة تكون الكمية بصورة تقريبية وهذا مثل ما يقولون دايت مجاني على الغذاء لكن بوجود متخصص بالنسبة للأكل اللي شون يكون صحي ومتوازن بكل بساطة لازم تختار نوعيته طريقة إعداده وكميته نوعيته تختار أكل يكون طبيعي غير مصنع غير مضاف إلى مواد إضافية كيميائية حافظة ولا سكريات إذا أنت سوتها شيء اخترت نوعية صح وبنفس الوقت ما تأخذ أكل اللي مثلا اللحوم اللي هي مبردة اللي هي مصنعة مثل مرتدلة وشذي كل شيء يكون ناشرال طبيعي ضمنت النوعية الحينبوغشنو اللي هي طريقة إعداده بالبيت طبعا مطبخ الكويتي أو الخليجي معروف شوية أكل دسم خوية إيه فنراعي طريقة إعداده نقلل الدهون بالطبخ نسوي طريقة مثلا بالفرن ممكن بالأيرفراير يعني هالأشياء تسويناها حسنا من طريقة الإعداد فصار الأكل صحي أكثر يعني خذينا خطين الحين الخطة الثالث اللي هو كميتة أنا أخذنا الوصف مالك هذا اللي بوصل لي ممكن أحد زملاء تشرفت وحورت في الإذاعة فقالي مثلا الطبق الصحي الطبق الصحي النصف هذا الطبق كثر من الخضروات وليل الآياب ربع كربوهايدرات وبروتين هدل صح دقيقة أنت معاهم في هذا الوصف هذا أنا كنت شفت السكشن الثالث اللي قلت لك إنه كميتة هذا كنت بقول لكم يا بالطريقة هذي إنه شون الطريقة اللي تقدر تحدد فيها الكمية يعني مثلا أنت الحماية للعيادة فما عندك مثلا وصفة كم الكميات فببساطة إذا أنت بالبيت حتى مع أهل الطبق الصحي وهو أحسن مقياس حق الكمية فالشي الثالث أنت ضمنته اللي هو كمية الأكل إذا راعت هل ثلاث أشياء هذي خلاص أنت ضمنت اللي هو الأكل المتوازن وحفظ على وثنك واني توصل لأحياة صحية غذائية خلال فرست لاين هذا الخطل أول لأن التغذية هي أساسية بالنمط الحياة الصحي دكتورة في ناس إذا حطيت لهم شي تقسيمة يتأزمون حزة الأكل فلون يعني نعلم الناس على تثقيف لازم تثقيف توعية فهذا دورنا حتى نحن بالسوشال ميديا أن نوعيهم أن نمط الحياة الصحي ترى هو بالعكس حياة وهو معقاب إذا الواحد خذا وعرض في شون يعني النصيحة الصحية يأخذها ويقدر يعني طول عمرة يمشي عليها لأن أيها يبيلها استمرارية هي تحدي شون واحد يقدر يحافظ على نمط حياة الصحي ولا شوي يعر لازم يكون نصائح على السريع حول ممارسة الحياة الصحية عشان نكون أيضا بحالة صحية نفسية وغذائية يعني أعلى شي إيه يبيلها ممارسة نعم مثل شون لما الواحد يمارس عادة غير صحية يبي يقطعها مثلا التدخين أي عادة مثلا غير صحية يبي يقطعها أو يتخلص منها لازم تدريب وضروري يكون فيه تشجيع بعد يعني يمكن دور الأهل يشجع دور الناس اللي دار مدار الواحد يكونوا مخذين نفس النمط الإنسان اللي يعاني أكثر شي اللي هو أهله يكونوا مو ماشيين على نمط الحياة نفسه يعني هو يبي حياة صحية اللي دار مدار ما يساعد ما يساعد فهذا يمكن أقوى تحدي رح يكون حقه إنه هو خذ القرار من داخله إنه هذه حياتي ما بأي مؤثر يأثر عليها وإضا أتى القرار من الزملاء في الأخراج إنه وقتنا انتهى نقول شكرا جزيلا على قبول دعوتنا الدكتورة ميل هالزاح ومتغبية حلاجية على مشاركتك معنا وعلى هالرشتات المجانية اللي قدمتها إن شاء الله وإن شاء الله من يقول ويفعل شكرا جزيلا شكرا إذن مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم متى واصل شكرا